عليكم السلام وحبتي أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور هنا سؤال عن أن النبي محمد عليه السلام كان يستغفر لذنبه والذي سأل هذا السؤال يعني لا يصدق أو لا يتصور أن النبي كان يذب وكان مأموراً بأن يستغفر لذنبه قرآنياً هناك وقائع أو واقع ذكرت في سورة النساء عن النبي محمد عليه السلام وقد خدع وأمر أن يعلن الحقيقة وأن يستغفر لذنبه حالث أن شخصاً من عائلة كبيرة سرق شيئاً ويعني اشتهرت سرقاته وأحس آله بالعار فاتفقوا بالليل على أن يعني يأخذوا الشيء المسروق ويضعوه في بيت إنسان بريء ثم يقومون بضبط الشيء المسروق عند ذلك الإنسان البريء وبهذا يثبتون أن ابنهم بريء يعني شغل التلفيق يعني دائماً هو تخصص المستبدين بعد ذلك ذهبوا للنبي لكي يعني يعلن براءة ابنهم فالنبي أعلن براءة ابنهم إلى آخره فنزل قوله سبحانه وتعالى يوضع العقائق وسبحانه وتعالى لم يذكر هنا لا اسم الشخص ولا اسم الناس لا اسم الشخص الجاني السارق ولا اسم الشخص المظلوم البريء بل جعلها قضية عامة فوق الزمان والمكان لأنه في كل عصر يعني دائماً تجد السجن ملآناً بالمظالم وتجد أكابر المجرمين يعني يتيهون في الأرض بل هم الذين يسجنون المظالم يقول سبحانه وتعالى أن أنزلنا للنبي محمد عليه وسلم في خطاب مباشر أنزلنا لك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة أي لا تكن مدافعاً لن يعني مدافعاً عن الخائنين اللهم الصحابة اللهم لفقوا التهمة يعني وربين دربون قال له بعد كده واستغفر الله إن الله كان غفور الرحيم يعني استغفر لما وقعت بعد كده اللهيات جاءت تتحدث في تفصيل الموضوع وإحنا ندعوكم لنتقرأ من الآية 105 إلى الآية 110 من سورة النساء فهو يعني وقع في خطأ فجاءه الأمر بالاستغفار هنا ذنب استغفر لذنبك هنا ذنب وفي سورة محمد إلى 19 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كمان مش حد يقدر يقول إن مش فيه هنا ذنب لو ما فيش فيه ذنب بحي يستغفر من إيه حي يستغفر من الأعمال الصالحة يعني وفي مناسبة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله كالله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني ذنب تقدم في زمان وذنب جاء حديثا وهو مأمور بأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب وفي نصر النهاية إذا جاء نص الله والفتح ورأة الناس تكون في جن الله فوجد فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا الاستغفار فريضة من يعتقد أنه ليس بذنوب فهو داف حدي ذات ذنب عليه أن أستغفر الله والاستغفار حتى عبادة أن كل إنسان يخطئ بما فيه من أنبياء والله سبحانه وتعالى قال لنا محمد فاصبر أنه وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبع بحمد ربك بالعشي والإبكار يبقى صبر استغفار تسبيحه وإذا كان هذا أمرا لخاتب النبي عليه وعليهم السلام فنحن ونحن نتبع القرآن الذي كان يتبعه مطلوب مننا أن نستغفر الله جل وعلا لذنوبنا سؤال آخر عن كلمة داخر يعني كلمة داخر كلمة داخر يعني صاخر الأصل بتاعي ويقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من الشأن يتفيأه ظلاله عن المين والشمائل سجادا لله وهم داخرون يعني داخر هنا بمعنى صاغر بمعنى خاشع وداء في الدنيا في البعث بقى خلي بالك يعني هو في الدنيا رب الله سبحانه وتعالى ولو أصلا من في السماد وأضي طوعا أو كره يعني فهو أنت جزء فيك اللي هو الجسد هو يتحكم في رب العزة جل وعلا يعني هو جل وعلا هو الذي يقول للقلب اشتغل ويقول للمعدة اشتغلي الأجزاء اللي قلتها والدم كل الأجزاء اللي فيه ديت بيد الله جل وعلا يعني بقدراته وربونا يدي أوامر إن يجي هنا مرض إن يجي هنا توقف إن يجي هنا مشاكل دا فهنا معنى أسلم ففي جزء منك هو أسلم لله في جزء الثاني بقى اللي هو النفس اللي هي أنت بقى حر تعمل كده وتعمل كده وأنت ستحاسب على يعني ما تدميره نفسك وما تفعله نفسك إلى آخر لكن في الآخرة بقى بينتهي الحرية فغصبا على الناس كلها لازم يأتون داخرين يعني مقهورين يعني صاغرين في قوله سبحة تعالى في سورة النمل ويوم منفقه في السوري ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين يعني صاغرين لأنه بقى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الحرية انتهت أنت بتيجي غصبا عنك في البعث وفي الحشر وفي العرض أمام الله وفي الحساب إذا نجحت في الحساب تدخل الجنة تتمتع فيها في حريتك مفتاحة لك الأبواب أما إذا دخلت النار يبقى أنت هنا بقى بتفقد الحرية بتاعتك يعني جماعة المستبدين اللي هم يعيثون في الأرض فسادا ويسيئون استخدام الحرية الحرية الممنوحة لهم هو بيفقد هذه الحرية عند الاحتضار ويظل فاقدا لها من البعث إلى أبد الأبدين وإلى جهنم طيب ده وكلنا تهو داكريت دي الآية سبعة تبنين من سورة النمل وبرضو في البعث إذا متنا كنا ترابا وعظبا أي إننا مبعثون هما بيسألوا أو أبؤنا الأولون قل قل لبا محمد نعم وأنتم داخرون يعني وأنتم صاغرون ده الآية 18 وما قبلها من سورة الصفات اللي بدخل جهنم برضو بدخل بقمة الذلة في جهنم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء فريضة منفصلة يعني تدعى ربنا غير دعاك لربنا في الصلاة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إذن لي عبادة سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين فده معنى كلمة داخر فيه واحد بيسأل يعني بقول يعني السماء بناء هو بقى طبعا بيشو السماء بالنسبة له فاضيه أو بتاع طبعا معروف يعني فيه إحنا عندنا السماء لا معنين السماء هو ما يسمو أي ما يعلو فوقك وده بيشمل بقى يعني اللي انت تراه يعني بيقولك السماوات والأرض وما بينهما ما بينهما اللي هو النجوم والمجرات إلى آخرين ده بيطلق كل سماء أقول الغلاف الجو أنزل من السماء ماء وبعدين بعد كده السماوات اللي هي ده موضوع تاني السماوات اللي هي برازق السماوات التي تتخلل برازق الأرض وكلها يتخلل بالترتيب الأرض التي نعيش عليها الأرض المادية اللي هي أضعف حاجة الله سبحانه وتعالى يعني يصفو سماء بأنها بناء يعني مبنية يعني ما هيش بقى فراغ يعني شيء يعني لا تستطيع أن تراه ماشي أوكي ما لا تستطيع أن تراه أن اللي انت بترى ده الوقات بخلال المجاهر وبخلال الحسابات الثقوب البيضاء والثقوب السوداء والمجرات انت بتذهل يعني انت بتذهل من هذا ودي طبعا بناء طيب دي مجرد ما بين السماوات والأرض اللي هو اللجوم المجرات وإلى آخره طيب ما بالك ما الذي هو أشد وأصعب ولا تستطيع تخيله اللي هو برازخ الأرض اللي تتخللك وتتخلن تتخلل الأرض يوما بينها يعني الكون اللي احنا عارفينه ده وبعدين نتتخللها برازخ السماوات الأولى والتانية والتالتة إلى السبعة ده بقى شغل كبير جدا لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول في ذلك كل انه بناء يقول سبحانه وتعالى في الآية 22 من سورة البقرة اللي تجع لكم الأرض فراشا والسماء بناءا في الله اللي يجع لكم أرضا قرار والسماء بناءا وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطائبات شوه هنا والسماء بناءا وفي سورة الشمس والسماء وما بناها يعني مبنية وفي سورة النزعات تفصيل يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء طبعا الإنسان ضعيف ومخلوق من ماء مهين صحيح هو يعني لربه خصيم مبين لكن هو مش يجي حاجة يعني ربنا صفحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سماوات الأرض حاجة مهولة يعني أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها يعني خلق ليل بتاعها ظلمة فضيعة وأخرج ضحاها ومن بعد ذلك والأرض بعد ذلك ضحاها إلى آخر الآيات دي سورة النزعات في سورة النبأ ربنا صفحانه وتعالى يقول عن السماوات السبع وبنينا فوقكم سبعا شدادا شدة يعني إذا كنت بتبص إلى الجبال وتائها شديدة وتبص إلى كوكب زحل وتبص إلى المريح وإلى الشمس وإلى النجوم وإلى المجرات وتعتبر شيديا لا يا أستاذ السماوات السبع أشد شدة وخالبا ساعتك بعد كل ربنا سبحانه وتعالى سيدمره كما بدأ بين الصفر سيعود إلى الصفر وربنا سيدمر كل هذا الكون وكل هذا النظام وسبحانه وتعالى يخلقه أرضا بديلة وسماوات بديلة هنا سؤال من أخ عزيز بقولك كان هناك مزاد في اليابان عن طريق الإنترنت للشراء اللابتوب وربحت المزاد ثم أرسلت لصاحب يوم الشراء أني عدلت عن الشراء ولكنه أرسله لي واستلمته فأخبرته أنه مش عايز فطلب من لغا صغيرا وأرسلت له ما طلب ولكني أحس أني ظلمته واكتسبته مالا صحتا فما رأيك أنا يعني أقول له أنه الذي أخطأ وأنت رسلت عليه المبلغ الذي طلبه فلا عليك لكن من الممكن أن ترسل له مبلغا إضافيا تقوله أن ضميرك الإسلامي هو الذي عليك تفعله هذا أنت بذلك يعني تكون قد عبرت عما ينبغي أن يكون عليه المسلم شكرا لكم أحباتي وعليكم السلام